اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك مرة تانية في المحترف ودفنا النهاردة في المحترف ناقد رياضي متميز كالعادة موجود معنا الناقد رياضي محسن لملوم محسن مساء الخير مساء الخير يا كبتر أرد لك طبعا على نتيجة أو خروجنا من سباء المنديال عايز تقول لي انت شفت المباراة ازاي أولا بعين المشجع المصري يعني العادي وبعين تانية الناقد الرياضي المتخصص في قرطة القرطة يعني مساء الخير أكيد طبعا كان متبير جدا من الإحباط يعني كلنا الشعب المصري كله وأنا واحد منهم طبعا اللي بصراحة كانت للا حزينة جدا يعني ما كانش لنا نفسي نعمل أي حاجة يعني أنا حتى يوميا كنا بنقفل من جلة الأهرام الرياضي بصراحة يعني كنا في حالة حزن كلنا ميتم يعني زي ما بقولوا يعني بصراحة كانت الناس يعني كلنا بنواصي بعض يعني ما حدش فينا حتى فتح تليزيون الفرج على الحاجة بعديها حتى بيعنا حتى الإخوة ستونس والجزار والمجرب حتى كده يعني متابعة من أجل العمل لكن في النهاية احنا كلنا بصراحة كانت حالة إحباط كبيرة يعني لا يختلف بصراحة ناقد أو مشجع لأن في الآخر المشاعر ما بتتجزاش لكن على مستوى طبعا عين الخبير وعين الناقد بعد طبعا بناخد الصدمة والشوق اللي حصل لنا كلنا يعني بعديها بساعة نصف محدش بكلم حد يعني مجرد إنه حد يتكلم حد كلنا كلنا في صدمة لكن بعد كده بدأت تشوف الموضوع إزاي بدأت تشوف المباراة إزاي خلينا أقول أحراك إن بدأت تشوف إن احنا نستحق نستحق الخروج نستحق كل مش من يوم المباراة أو من الأحداث اللي حصلت في ملعب في ملعب في دكار والليزر والكلام اللي احنا بنعادين من نتكلم في ده لا من البدايات يعني بصراحة كلهم مسؤولين وقاولهم طبعا التحاد الكورة أو مش تحادات الكورة على المنظومة المنظومة كلها بصراحة سعيئة جدا لكل أمانة يعني بدءا من وجودنا في التصنيف الثاني وإحنا بهذا المستوى اللي خلاننا نقابل الأشرة الفريق في العشر الفرق بكل أمانة يعني لو خلاص بقى ما عادش ينفعل لكن لو كنت قابلت كونغو مالي حتى كان لتأهلت حتى الكاميرا وتأهلت بس بالتأكيد أسأل من هذا المنتخب الشرس قرويا ها تتكلم طبعا على الأجندة الدولية في أكتوبر بالضبط صحيح ما هذه النتيجة يعني دائما نقول لك يا كابتن إذا حسن البدء حسن الختام صحيح هو لم يلا البدء ما كانش كويس عشان كده وصلنا للنتيجة السيئة للخروج اللي احنا يعني بالمنظر احنا خرجنا فيه حتى الناس هتقول ان احنا مثلا ايه اعادت المباراة مش هتقول طبعا عاديين بنضحك على نفسنا طول الوقت ها يا جمعنا لو اتغلت لو اتعادت المباراة هنتغلب والله الموضوع منتهي لا حتى يعني اعادت المباراة دي اعتقد خلاص مفيش اعادت المباراة الناس دايما بتبتكر طوبة زنبابوي احنا دايما بعد اي اخفاق ما بندورش على الأسباب الحقيقية يعني دايما حركت من أيام زنبابوي الطوبة والحاكم والبوترس متابيلا ومش عارف مين يا ربي بروس جلوبر القصدي اللي هو الحارس وبعدين تيجي مثلا تطلع من في 2002 فتقول احداث عنابة بعدين تروح اصلا احداثهم مدرمان اصلا مش عارف جانا عملوا ايه كله كلام ملوش اي علاقة بالواقع يعني ملوش لا مطش هتعاد ولا في حاجة تحصل كله مسكنات مسكنات بس لكن ده يعني مشاهد عباسية يعني بصراحة للأسف النتيجة انا شايف انها طبيعية جدا نتيجة الكل الاحداث اللي حصلت قبل كده بدءا حتى الاحداث اللي حصلت ما كانش فيه موقف يعني انت اول ما تخش لما تتعطل عن عن دخول الملعب انا دلوقتي خرقت موضوع يعني الكورة ان المنتخب السنغالي يستحق كورة كورة يستحق لكن انت بتتكلم بقى على النواحي الهدارية اللي كانت لازم تتاخد بعيد عن النتيجة خلينا اقول له حركة كابتن ان لو كان مثلا منتخب تونس هو اللي كان في الملعب ما كان منتخب مصر والله ما كان لعب المباراة كان تلكق مش تلكق كان حقه بالمناسبة يعني حقه تونس او مغرب اوكزير اي حد من منتخبات العربية بصراحة مقتش يلعب فظل الاجواء دي والتأخير وانه يبقى فيه ان الجمهور يحدف طوب وازاز المي على اللعيبة والليزر اللي هو موجود في كل العالم مش بتحجج به لكن على القالة كنت تتعمل له متوتر اثبات موقف يعني العالم النهاردة كله بتكلم على ان مفيش فير بلاي يعني الصحف العالمية وهنا عادين نتكلم قعدت المباراة وخلال يومين هيبقى فيه تقرير لا في قعد مباراة تحصل اقصى تبقى عقوبات لفريق السنغال عادي جدا ياريت احنا كنا نتعقبنا وكنا نتأهلنا وكنا نتأهلنا النهاية ان المحفل العلامي الكبير احنا مش موجودين فيه للأسف هنبقى متفرجين بسبب المسؤولين اتحاد الكورة هو المسؤول الاول والاكير على القصة على مستوى طبعا الكلام والاسئلة اللي دايرة برضو على مصير كيروش طبعا كلنا عارفين ان كيروش كان عقده الاساسي هو الوصول لكاس العالم ولكن دلوقتي في بعض الاخبار بتخرج من اتحاد الكورة ما عرفش رومنجز ولا اكيد لسه ما فيش قرار رسمي في الابقاء على كيروش لمدة اربع سنوات يعني فعايز اعرف رأيك انت في الموضوع والله يشوف انا مش موم عندي ابقاء كيروش او رحيل الامم افي خطة يبقى في استراتيجية لكن هو عضح ان ما فيش اي حاجة خالص يعني اتذكر كابتن كنت قابلت حضرتك بعد 2014 لما المانيا خدت كاس العالم في البرزيل وارثني فيديوهات كان عملها منتخب المانيا استعدادا من سنة 2006 من سنة 2006 ان هما ازاي ياخدوا كاس العالم 2014 في البرزيل يعني لكل مقتهد النصيب يعني هما اشتغلوا وعملوا طبعا اكيد محدش بنجم بالغيب لكن في النهاية اشتغل فربنا بيكافئ اللي بيشتغل لكن احنا ما فيش استراتيجية الاستراتيجية كلها ايه يلا صباح الفل كلنا قلوم الصبح جيبنا كروش يلا كروش بقى يا داس مدرب علامي يصعد اربع منتخبات قبل كده وكسب مش عارف ايه وكلها اجتهدات يعني انت حتى في المرشاط اللي وصلنا ليه نهاي كاس العالم الأفريقية برضو جهد لعيبة لا ننكر ذلك يعني لكن ما فيش خطة موضوعة يعني ما فيش حاجة ما فيش استراتيجية يعني انا نفسي لو موجودة استراتيجية هي اريدها تمشي لوحدها يبتل كروش او غيره لكن احنا ايه بيها بتبقى مسكنات ان لو مثلا السوشيال ميديا ورائي العام لأ المدرب الوطني هب هيشيل بكرة كروش ويجيب حد وطني حسام حسن او غيره والدنيا تهدى وتبقى بيس وده اصله قلبه على الوطن يعني انا في اعتقاد دي كلها حلول مؤقتة وزي بكلم حلول المؤقتة دي هي مسكنات وخلي بالك ما بتعليكش المدير الفني للمنتخب ما بيطورش لعيب وتالي بتكلم عليه دايما ان كروش ما عندوش وقت انه يطور لعيب جي كابتن حسام او جي كابتن اكس مش هيقدر يطور لعيب وبالتالي التطوير اللاعبين منظومة تطوير اللاعبين من خلال منظومة متكاملة لازم تكون عندك مسابقة قوية جدا على مستوى الدوري مش مسابقة بس ان احنا تبقى الصورة حلوة والبس جميل لا على مستوى المنافسة على مستوى اللاعبين المحترفين فيه على مستوى عدد الفرق يعني انا بتكلم دايما في الديتيلز اللي هي طبيعي جدا ان انت تنقشها يعني ولكن يعني انت تعتقد الفترة اللي جايه هيكون فيه خطوة يعني هيبقى فيه خطوة ولا برضو هنخش مسكنات مسكنات لا نملك إلا المسكنات دايما ابدا هي موضوع مسكنات والنجاح عندنا وكل أمانة بيقطي صدفة يعني ان مثلا كاسة الأمور أفراقية لما مصر فازت بها سنة تمانية وتسعين في بروكينها كان صدفة وخلاص بقى خدوا السكسي بقى بسببها بقى اتحادوا الكورة والمسؤولين وكله بياخدوا اللقفة زي ما بقوله لكن هو في النهاية مفيش مفيش نجاح يعني مفيش خطة محطوطة يعني كانت مثلا في الكورة عالمية عندنا أكبر مسألة مزينة دين زيدان مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة دي خد تلاتة دار أبطال أوروبا وورا بعض كان هو اللي مدرب الفرقة دي في رديف في النشئين وفي الصغارين فلما صعد جاب معه بقى الشباب الصغارين أسينسي ومشعارفين ويسكوا الناس اللي هم يعني قدوم حتى فيه أنا فاكر الدورلي الأسباني كان هو بيتصارع مع برشلونا أخر ربعة مرشاة لما برشلونا كان كسب الريال في السنة ياجو برنابيو 3-2 بهدف ميس الشهير في آخر ديه لما اللي بيلعب المرشاة الأخيرة كان بيلعب كان بيلعب سبعة أساسين وبيلعب الشباب الصغار لأنه هو دي مش مجاس فهو عارفهم لأنه هو دربهم من الصغار الأساس مش زيدان قد ما الأساس الشباب الصغار هو يعني متجهز من صغره كمان كان معهم بقى المدرب اللي دربهم في الصغار وجاء مسك تولى يعني زيدان قبل ما يدرب بريال مدريد ما يدربش حد أصلا وفجأة بيمسك أكبر بيتولى مهمة تدريب أكبر نادي في العالم ليه لأنه كان ماسك الصغيرين دول كان مدربهم جهزهم كويس جدا فلما طالع عمل دا لكن احنا ما عندناش دا مش موجود انت النهار دا هي ما إلا مسكنات لو السوشال ميديا مال ناحية كروش هيبقى يكروش يبقى الناس قالت لا موضرب وطني هايجي مدرب وطني بعدين نبتدي بقى نشوف المدرب وطني يا حسام لديناس لا يا بجلال لا مش عارف مين هي العملية هنفضل دايرين في نفس الدايرة مع كامل الاحترام لكل مدربين المصرين يعني احنا بنتكلم بره إطار تقييم المدربين ولكن بنتكلم في إطار ان الدايرة هتفضل تلف في دايرة يعني مفرغة بمعنى صح مفرغة مقلقة لكن نفسي ما فيش خطة الناس تطلع تتكلم ان احنا حنبدأ على الأقل حنبدأ نحط خطة ان احنا خلال مثلا شهرين الجايين لا يا جماعة هنعمل مؤتمر صحفي وحنعمل فيه خطة لمستقبل مصر لعشرين تلاتين انا ما تكلمش انت وخلي بالك بعض الناس بتستسل برضو وارد جدا نكاس العالم الفين ستة وعشرين يكون فيه تسع منتخبات أفريقية وبالتالي دا ما يديش بقى احساس انك لا دا احنا كده كده وصلين لا 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 احنا صعدنا لما كان منتخب ما ياخده من أفريقيا اتنين وما صعدناش هم خمسة يعني اخر مش اخر مرة سنة تشعين احنا محركة موجود اتنين بس مصر والكاميرا وتأهلوا من القرى الافريقية لما بعدين زادوا بقى ثلاثة وابقى أربعة وابقى خمسة احنا اتأهلنا طبعا سنة ثلاثة وابقى ما تشعر لكن مثلا المرة دي كتير جدا ما اتأهلناش واما خمسة فمش شرطة مش عايزين نغمة اه لا بقى احنا بقى يعني الفين ستة وعشرين جماعة دا في تسعة من الأفريقيا فالموضوع يعني سهل سهل او بقى سنتين بعد كده فيبقى لو تطبق طبعا ان شاء الله ما يتطبقش فتبقى عملية سهلة لا طبعا الكلام دا مش منطقة دوا حتى دي حجج حجج الفشلين بكل امانة دي حجج الفشلين حتى في الاختيارات يا كابتن لما تيجي مثلا ايام قبل كيروش كان مثلا كابتن حسان البدري التوازنات اهلي زمالك معاها واحد اهلي وواحد زمالك جابت واحد زمالكو يبقى المرضي معاها واحد اهلاوي طرعا ما انت حسبت حتى على موضوع متهم حتى على مستوى الاجهزة الفنية اللي بتدير المنتخبات يعني دايما بيكون في حسبة كده مش على اساس الكفاءة او على الـ كل المدربين في العالم خلي بالك نقطة مهمة جدا اهم مدرب اهم مدربين العالم هم اللي في قطاع النشقين هو ده اللي بيأسس يجي على الفريق الاول ده الراجل بتاع المنتخب الفريق الاول بيشتغل شهر في السنة وبالتالي الاساس هو اللي من تحت وده لازم نتكلم وحنفضل نتكلم فيه نفضل نزني فيه لغاية الناس ما تشتغل اهم حاجة نرجع بقى السؤال الحركة الاولاني كيروش يبقى ولا يرحل او انا والله بالنسبة لي مش مهم يبقى ولا يرحل مهم بيقى فيه استراتيجية ادونا خطة وليأتي من يأتي مدير فني طالما فيه خطة خلاص اصلا وانت زي النادي الاهلي كده يعني مش عبنا نضرب مثلا حتى بالنادي الاهلي حتى لو احنا في قناة ان الادارة ما حدش بيكلمي على الادارة انه سيستم ماشي الوحده خلاص ما مش هيطلع كل يوم محمود الخطيب يقول كذا كذا اصلا لا خلاص مش محتاج حد يقول هو سيستم ماشي الوحده جاء محمود الخطيب بعد محمود الخطيب قبل محمود الخطيب ايا كان تمال تلاقي ادارة النادي الاهلي مميزة لانه خلاص هو فيه سيستم محطوب وبيمشوا على سقف مرتبات مش عارف ايه فهتلاقي على طول الوقت ده موجود في النادي الاهلي انت الديني خطة او الديني استراتيجية في ادارة المنتخب او في مستقبل المنتخب وخلاص مستقبل كرة مصرية تديني خطة وخلي بالك مش بالتبعية انها لازم هتحط خطوط عريضة وخطة طويلة الاجل وفيه طبعا متغيرات في كرة القدم فما فيش مشكلة انك خلال سنتين ثلاثة تقول والله لا انا هشيل جزئية وازود جزئية عادي جدا ما فيش مشكلة ربنا بيكافئ المنتخب لو ما فيش عندك حاجة اصلا لأساس يعني انت حتى في منتخب في كاسم المافرقية منتخب مصر ظهر اول ثلاث مرشات في دور المجموعات ده غير اللي ظهر تاني من اول دور 16 لما واجه بقى كود دفور والمغرب والكاميرون والسنغال ده منتخب وده منتخب ده نتيجة ايه هو اجتهادات لعيبة استنفار لعيبة واحد زي ابو جبل لما جات له الفرصة بحاول يعبر عن نفسه فتمسك بالفرصة وظهر بشكل جيد جدا هو استنفار لعيبة مش اكتر عايز برضو كلمة في نقطة برضو مستغربة جدا دايما هتلاقي حتى مبارات مصر امام السنغال هنا في القاهرة ومبارات السنغال ومصر في دكار هتلاقي دايما الناس بتتكلم على افضل لعيبة على مستوى المطشين هتلاقي شناوي ياسر ابراهيم دفاع حمد فتحي فتوح هنا في المباراة امام عشور امام عشور طيب فين فين النص الاواء يعني اللي قداماني ده فين فين الهجوم بالزبط فده نقطة حتى الجون جاي كده يعني اجتهد طبعا من محمد صلاح لكن جاي كده برضو يعني تخضيط وخبطت ودخل ما فيش حاجة يعني انت ما عندكش يعني مثلا في المباراة الاخيرة بتاعتذكر اللي هو بس الفرصة بتاعت تزيزه اللي هو كان اجتهد شخصي برضو منه انه هو ادري يعد اتنين وشطها خلاص لم يحلفوا التوفيق فيها لكن وبرضو ضربات الترجيح برضو مش عايز اقول ضربات حز في النهاية وفي الاول وفي الاخر التوفيق وعظم توفيق لكن انت ما عندكش حاجة هو اللعيبة ان ياسر مريمي اجتهد وربنا يوفقه طبعا انه هو يطلع كرة بشكل كويس ان الشنو يشيل كرة كلها اجتهدات شخصية مش اكتر طب انا حقدك في سؤال تاني هل زي ما انا قلت يمكن كيروش هو عنده سيستم هو الراجل بيلعب اربعة تلاتة تلاتة حتى بيلعب تلاتة فلات ما بيلعبش تلاتة يعني مسلس كنت لسه بتكلم مش كان من الطبيع انه هو يشوف امكانيات اللعيبة وزي ما بقول يمكن ده متأخر شوية لان طبيعي جدا اذا كان منتخب الشباب او منتخب ناشئين او منتخب اللومبي لازم يلعب بطريقة المنتخب الاول يعني المنتخب الاول كان بيلعب اربعة تلاتة واحد على المنتخب اللومبي كان بيلعب تلاتة اربعة تلاتة دلوقتي منتخب الشباب بيلعب اربعة تلاتة واحد وبالتالي لما جيك رشك هل كان من الافضل أنه يشتغل على نفس السيستم أو يشوف الأدوات واللي يستفيد بها بشكل أكبر لا أنا أربعة ثلاثة ثلاثة لأن أربعة ثلاثة ثلاثة لها مشتقات كتير جدا وما عندناش بصراحة لسه القدرة أن احنا نلعب باثنين بوكس لبوكس يعني يبقى فيه ستة واثنين من نص الملعب راحين جايين عشان الزيادة الهجومية لا نحن بنلعب في لات وبالتالي كل نص الملعب عندنا عنده ميزة دفاعية أكتر من الميزة الهجومية أنا شافني كروش كابتن كان عارف قدرات لعبتنا بالدليل أنه هو مثلا في المؤتمر الصحفي عاقب مبارات السنغال هنا في القاهرة كان بلسان حاله بقول للصحفيين دي القماشة اللي عندي يعني هو كان قدر الناس بالقماشة اللي عنده بقدرات اللعيبة عشان كده حتى كتردود على الصحفيين لو حركة تتذكر كان دخل معهم في كلاش بس هو عايز يقول لهم يا جماعة يعني أعلهم في مرة أنا مش عارف كام سنة 30 سنة تدريب محدش تدخل في أمور الفنية عايز يقول دي القماشة بتاعتي يعني يا جماعة أنتوا دي القماشة أنتوا شافين الفرقة التانية عاملة زي أنت شايف ده صح؟ ولا كان مش هقول إن إحنا كنا لازم حنوصل على حساب السنغال وإحنا وإحنا هل كان في بعض الأخطاء بالنسبة للشكل العامل منتخبنا؟ هل ممكن كنا نظهرنا بشكل أفضل لو في عنصر زيادة الناس بتكلم على زيزو بنتكلم على أفشا زيزو ليه يقعد طبعا ما أحترم طبعا المدير فن هو أكيد قدر الناس بلاعبته لكن مثلا واحد زي زيزو لما نزل عمل الفرق معاك شد الفرقة كمان أنت كنت الفريق المنافس هو اللي بيتوتر كل ما الوقت يعدي يعني الشرط التاني هم سيادوا تقريبا الشرط الأوليين أنت الشرط التاني أنت اللي زرت بشكل أفضل ليه لأنه خلاص هو بقى متوتر ده كان في الوقت ده كان دورك أنت وبالفعل هو نزل زيزو وزيزو عمل رابكة لمنتخب السرغال وعب السرغال الوسط والدفاع بصراحة وهدده ممكن عنده الفرصة الحقيقية يمكن الوحيدة لمنتخب مصر طبعا أنت ليه ما عملت الجامل أول يعني كان مفروض طبعا نعمل كده خلاصوا الكلام بقى أشبه بالبكاء على اللابن المشكوب ماليش قطيما خلاص كانت صدمة بالنسبة لنا وخلي بالك كمان كان فيه في إيطاليا صدمة كبيرة جدا جدا بخروج المنتخب الإيطالي أمام فريق مكدونيا الشمالية في الدعاية الأخيرة وعدم الوصول لمنديال قطر عشرين واثنين وعشرين وعدم وصل إيطاليا للمرة الثانية على التوالي لكاس العالم دي طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا جدا عشان كده معنا عبر سكايب طبعا لاعب طبعا روما وأدونيزي ولاعب المنتخب الإيطالي جيانينو دي أوجستينو معنا عبر سكايب هنا في قناة النادي الأهلي بنقولك مساء الخير عليك مساء الخير على الجميع وشكرا لقناة الأهلي على توجيه هذه الدعوة طبعا بنرحب بيك بوجودك معنا ولسه كنا بنكلم على صدمة منتخب أو صدمة الشعب المصري اللي خروج منتخبنا من سباء المنديال عايزك برضو تقولي رأيك وانتباعك في عدم وصول المنتخب الإيطالي للمرة التانية على التوالي لكأس العالم 20-22 تأكيد للأسف لم أنتظر خروج إيطاليا بطل أوروبا وبطل اليورو بعد الأداء الرائع الذي قدمته إيطاليا في بطولة اليورو عدم تآهل إيطاليا للمنديال يعني أن لدينا مشاكل كبيرة ومشاكل عديدة داخل أروقة الاتحاد الإيطالي يجب أن نبدأ من جديد ويجب أن نبحث عن الأشياء التي يجب أن يتم تأهلها أكثر وأكثر من أجل نهود إيطاليا لأن ما حدث هو كارثة هزة أروقة الاتحاد الإيطالي وحزن يخيم على كميع المدن الإيطالية على التآهل إيطاليا للمنديال السنع التوالي شيء لم أنتظره لكن يجب أن نوجه كلامي إلى الشباب والمواهب الإيطالية يجب أن تعملوا عملا كبيرا ويجب أن تقودوا إيطاليا وتعاودون عن الخسلانة الذي تم في ملعب رينزو باربيرا يجب أن نؤهل العديد من المواهب لأن إيطاليا أصبحت الآن تعاني من نظرة المواهب الإيطالية ويجب أن نساعد المدرب لأن مشروع منشيني يجب أن يستمر طبعا مشروع منشيني يجب أن يستمر وطبعا الاتحاد الإيطالي يعني الصورة التي قدامنا منشيني روبرتو منشيني الذي طبعا خد اليورو 2020 وكان في أعلى مستوياته مازال مستمر في هذه المهمة الوصول الثاني لكاس العالم القادم 2026 عايز أعرف رغم الإخفاقات الكثيرة في القرى الإيطالية تفسيرك لإيه لعدم وجود أي فريق إذا كان في الدوري الأوروبي أو بتكلم على الإيروباليج أو على مستوى دوري أو دوري أبطال أوروبا خروج اليوفينتوس الإنتر ميلا يعني شايف ماذا من خلال رؤيتك لمستعب القرى الإيطالية بالنسبة لي أعتقد أن روبرتو منشيني الرجل المناسب وأنا مع استمرار مشروع روبرتو منشيني لأن المانشو استمر واستحق بطولة أمم أوروبا وقام ببناء إيطاليا كبيرة إيطاليا أزهالت العالم كله في شهر يوليو يجب أن يستمر منشيني وأنا سعيد بهذا القرار لكن إذا ما تحدثنا عن الكرسى الكبرى وهي التي ذكرتها ما حدث لمنتخب إيطاليا كان متوقع كما ذكرت بالنسبة لي خروج الأندية الإيطالية من دورة أبطال أوروبا أندية كبيرة كان نقوس خطر يدق في أروقة الكرة الإيطالية كان يجب أن نأخذ حزرنا من ذلك وكانت أمور صعبة بالنسبة لنا لكن أنا أوجه كلامي للمانشو من خلال قناة الأهلي يجب على منشيني أن يعتمد في الأيام القادمة على الشباب يجب أن يكتشف لعبين جدد دماء جديدة يجب أن تضخ في المنتخب الإيطالي لأن المستقبل دائما مع الشباب ودائما مع المواهب أنت تعلم إيطاليا وكيمة إيطاليا عندما كنا في يورو 2000 اللاعبين الشباب هم من قادوا إيطاليا إلى بطولة كبيرة كاليورو وكأس العالم أيضا في 2006 ويجب على اللاعبين أن يعلموا قيمة تيشيرت منتخب إيطاليا لأن للأسف لدينا مشكلة كبيرة في العكم الهجومي ومشكلة أيضا في مركز صانع اللعب لأن إذا غاب صانع اللعب غاب الهجوم لأن يجب على اللاعب أن يلعب من أجل المتعة ويلعب من أجل أن يفوز ويلعب من أجل أن يضع نجمة عندما يتحدث إلى وسائل الإعلام عندما يكبر يقول أنا ساعدت المنتخب في الحصول على هذه النجمة كالأساطير الإيطالية القديمة لكن للأسف كل ما حدث ندفع سمنه الآن حزن يخيم علينا ويخيم على جميع المدن الإيطالية لأن للأسف لدينا مشاكل كبيرة يجب أن نتخلص منها من ضمن المشاكل عايز أقولك أن على مستوى الأندية الأندية بتشارك 34% بس من اللاعبين في الدور الإيطالي هم لعيبة إيطاليان والاعتماد بشكل كبير على لعيبة من خارج إيطاليا بنشوف دوت في البريميان ليج ولكن ما بيتأثرش كتير أو يمأثر شوية على منتخب الإيجليزي هل أنت شايف أن يجب على الاتحاد الإيطالي أن يقول للأندية تقليل المحترفين وزيادة لعيبة أصحاب الجنسية الإيطالية إعطاء فرص أكتر للمواهب الشابة الإيطالية لعودة وهيبة القرى الإيطالية على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات أنت على حق بالنسبة لللاعب الأجنبي اللعب الأجنبي بين قصين يكلف خزينة النادي ويقلل من إمكانيات اللعب الإيطالي لكن إذا كان هناك لعب أجنبي كبير معنى كبير أن يصنع الفارق أن يكون محترف كاسم البرنامج الذي أتواجد عليه الآن والمحترف دائما ما يصنع الفارق لكن ما فائدة المحترف إذا كان المحترف لا يصنع الفارق هذا بالنسبة للحديث عن الدور الإيطالي وبالنسبة لوجود الأجانب وعدد الأجانب بالنسبة لي يجب أن يكل عدد المحترف غير الإيطالي في الدور الإيطالي أقرر أشاهد الدور الإنجليزة الدور الأسبانية الدوريات الأخرى أشاهد العديد من المحترفين لكن اللاعب الإيطالي لاعب كوي لديه الجيرينتا ولكن يتعلم الجيرينتا منه لكن يجب أن يلعب من أجل التشيرت ويجب أن يلعب من أجل بلاده ليس من أجل المال يجب أن تحذره ويجب أن تعلمه بقيمة اللعب الإيطالي ولو جبنا سرط المحترفين هل تبعت مباراة السنغال ومصر في الدور النهائي للوصول لكاس العالم وشفت المباراة ولو ما شفتهاش تدعيات هذه المباراة شفتها من خلال متابعتك إذا كان من خلال التلفزيون أو من خلال وسائل الإعلام يجب أن أكون صريح معك أنا لم أشاهد المباراة كاملة شاهدت الهايلايت لكن كل ما حدث من أحداث في هذه المباراة تنقلتها وسائل الإعلام رأينا كل ما شاهدناها في الكاميرات شيء مؤسف ما حدث للمنتخب المصري خلال هذه المباراة دعني أختار التعبير الأصح ما حدث هو عار على كل سنغالي وعار على كل من كان موجود في الملعب هذه ليست كرة قدم إذا كنت الأفضل يجب أن تفوز في الملعب سأهنيك وستكون الأفضل وستفوز باحترام الجميع لكن أن تبدأ المباراة بهذه الأجواء هذا ضد الروح كرة القدم وضد معايير الفيفا واجب أن يحسب كل مسؤول على ما حدث لمنتخب مصري أنا متفق معك تماما جو الإرهاب وطبعا اللي واجهه المنتخب المصري بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن النتيجة أكيد لا يعليق بطبعا تصفيات كاس عالم وبمنتخب كبير وبلد كبيرة زي السنغال نروح من منتخب مصري أكيد هنتكلم على محمد صلاح أكيد محمد صلاح أكيد تبعته من خلال وجوده في روما وفرونتينا وعودته طبعا ليبرتول وتقلق كبير مع ليبرتول عايزة أخذ رأيك في عملية تجديد التعاقد مع محمد صلاح شايف ما هو الأنسب من وجهة نظرك لمحمد صلاح البقاء في ليبرتول لمدة أربع سنوات قادمة أو الاتجاه إلى دوري آخر زي الدوري الفرنسي عن طريق بي أس جي أو عن طريق الدوري الأسباني من خلال برشلونا بالنسبة لي صلاح ليبرتول يصنع التاريخ وصنع التاريخ وصنع إذا ما كان يريد أن يصبح أيقونة من أيقونات ليبربول يجب أن يستمر في ليبربول دي وجهة نظري لكن أنا أنصح صلاح من خلالك للأسف لم أقابل محمد صلاح في إيطاليا لم أحظى بهذا الشرف لكن صلاح مباراة البلي اوف ستؤثر على محمد صلاح وعلى مستوى محمد صلاح في أوروبا وأقول صلاح يجب أن تحاول وتحاول وتحاول لأن لديك عقلية مختلفة عقلية إيطالية عقلية أوروبية لكن يا صلاح منتخب بلادك كان يستحق أن تتوج معه بأي شيء من أجل الفوز بالكرة الزهبية ومن أجل أن تفوزها ببطولة معه لكن للأسف مع حدث صلاح شيء مؤسف هل من ناخد من كلامك آخر سؤال قابلي طبعا من نشكرك على تواجدك معنا هل عدم الوصول للمونديال هيأثر على محمد صلاح على المستوى الشخصي في الحصول على البلندور أو جائزة أفضل لاعب لهذا العام؟ أم يعني القانون الجديد اللي بيقول بنقيم اللعيب على مستوى الفرد بس هو ده يكون الأساس؟ هل عدم موجود محمد صلاح هيأثر على هذه الجائزة لهذا السيزن؟ صلاح كان يستحق ذلك منذ عامين كان يستحق البلندور لكن بالنسبة لما حدث وما يحدث في هذه الأيام ميسي لم يستحق أن يفوز بآخر بلندور لكن ميسي إذا فاز بالمونديال كان يستحق أن يفوز لكن ماذا فاز ميسي بكوبا أمريكا؟ لم يفوز بالشامبينز ليك لم يساعد فريقه في أي شيء لكن الجائزة يتم منحها من خلال السبونسور لكن إذا ما فاز صلاح مع ليبر بول بالشامبينز ليك قد يفوز بالبلندور قد يفوز ولكن هو يستحق واستحق منذ عامين زالت ديغوستينو لاعب روما والمنتخب الإيطالي بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الآية نورتنا وشرفتنا تعليقك من تلال لايكبية منتخب الإيطالي وفروما طبعا أهم حاجة لابت مصري طبعا وجهت مصري في مبارات السنجال ومصر المعول المونديال ورؤيته اللي اللي حصل في الملعب عشان كده أنا حزين لي كلامه نحن ما قدررس نستجل لده يعني أنت النهارده ده النقطة اللي أنت تكلمت عليها بتتكلم عليها أخرك شعط عقوبات أنا أعمل بإيه بالعقوبات أنا مش يستفاد حاجة لعقوبات على المنتخب السنجالي أو الاتحاد الكورسي لكن أنت للأسف هتأخد كان يجب بصراحة أن أنت كنت تعترض وتسجل الموقف وما تلعبش وتعمل لهم أزمة صدر لهم مشكلة إلا كيف هيعمل لك إيه يعني هيبعي السبادك من كاس العالم خالص مش هعمل لك حاجة أنت كنت تسجل الموقف أنا عشان كده بأكد والله لو كان منتخب تونس ولا المغرب والجزيرة وحصل الموقف ده والله ما كان لعب المطش عشان كده أنت لعبت على أمل أنت خلاص يعني ما عارفش ما عارفش مين اللي خدت قرار أن يلعب أو على الأقل حتى الليزر والهتفات اللي كانت موجودة في الملعب ليه ما حد تصور يا جماعة من المسؤول التي كان موجودين سجل حاجات دي صوت وصورة وموجودة غير شريط المباراة نفسه للجانب السنجالي عارف آخرها هيعتذر ويأخذ شرطه إقوبات وده يعني ما أحزن الجانب الأوروب اللي بصراحة بيكلم أو كل ربا طبعا سوشال ميديا بيكلموا في الجانب ده وإنه ما يمكن حتى طوماس ميار كان حتى طويتا بالنسبة لهم صورة كارثية نحن في القرن الـ 21 مباراة كبيرة وبيحصل هذا الإرهاب وقال كلمة مهمة جدا إذا كنت قوي يفوز في الملعب هو فعلا فريق قوي يقدر يفوز منتخب السنجال أقوى فريق في أفريقيا حاليا لكن هو لم يفوز عليك فقط كرة قدم فهو ما فاز أصلا كرة قدم هو ما فاز بالإرهاب والحاجات اللي حصلت قبل المباراة وأثناء المباراة طبعا وأثناء الدربات الترجيح طيب طبعا تصنف على المستوى العالمي صعدنا لمركزين من 34 إلى 32 وكما على المستوى الأفريق وقالنا الرابع عايز أخذ رأيك في النقطة دي لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكو في المحترف أهلا بحضراتكو مرة تانية محسن قبل الفاصل كنا نتكلم من منتخب مصر التصنيف على مستوى العالم من 34 إلى 32 وعلى المستوى الأفريقي من المركز السادس للمركز الرابع شفت ده إزاي وإزاي يؤثر بقى بالإجاب علينا للفترة اللي جاء دي الحسن الوحيدة اللي احنا طلعنا منها بالتصنيف كنا نرسى بنتكلم في بداية كلامنا كابتن المنتخب من الأساس لما ملعبش للمباراة الدولية تراجع للتصنيف الثاني وبالتالي خسر في المواجهة على الأقل لمواجهة القياب متبقاش على أرضك والكلام اللي احنا عارفينه وان انت كنت تبتعد تماما عن السنغال والحاجات للتصنيف وكنت تتواجه منتخبات الصف الثاني اللي بالتأكيد أسهل شوية تبقى بعزز من فرصك ليه لأن تصنيفك كان متراجع دي بداية انت ابني على دي يعني دي عندك نقطة خلاص انت طلعت من موضوع ده بميزة انت بقت مصنف خلاص تصنيف أول على الأقل حتى لو خمسة ولا أربعة مع المرشات اللي جاية يقدر منتخب مصر يكمل في القصة دي لأنها دي زي ما قلتلك برضو نرجع لكلامة في أولي ازي حسن الختم تقدر تختم النهاية ان شاء الله اللي هي سواء بقى كاسم أفرقية أو ان شاء الله صعود لكاس عالم الدنيا اللي هم بتجري ده كلها تصنيف كاسم أفرقية ما تبدأ بعد سنتين يعني الموضوع أقل من سنتين كمان الموضوع بيبقى قريب جدا مع تصفيات كاسم أفرقية فاللي تقدر تبني من ده للفترة جدا حاجة كويسة جدا وتقدر تبني ان شاء الله يكون بداية أهولك لكاس العالم عشرين ستة وعشرين يبدأ من وجودك من تصنيفك من اللحظة دي طبعا وبنسبة طبعا التصنيف بكرة طبعا القرعة طبعا الكاس العالم وإحنا محضرين كمان أبارة عن أربع مستويات وعلى المستوى الأفروقي يعني المنتخب السنغالي بيقع في المستوى التالت المنتخب الكاميروني أعتقد فيه المستوى الرابع المغرب رابع وتونس استفادت من هزيمة كندا بالأمس من بنما هو كان محطوط لحد مبارح تونس أو كندا واحد فيهم تالت واحد فيهم رابع هي لعبة كندا من حظ طبعا الأخوة في تونس أنه اتغلبوا من بنما فبقوا تصنيف رابع وتونس اتحطت تصنيف تالت بس أيا كان يعني احنا بالنسبة بالنسبة احنا كعرب يعني مش هيهمنا التصنيف قوي لأن احنا مش هناخد كس العالم لا مهم برضا بيسهل معنا شوي بيسهل الضبط طبعا المستوى الأول طبعا قطر طبعا هي الدولة المستضيفة عندنا قطر البرازيل بلجيكا فرنسا الارجنتين انجلترا اسبانيا البرتغال رغم من البرتغال كمان يعني وصلت عن طريق الملحق لكن طبعا بتعد من على المستوى العالمي من أفضل عشر نتائج السبع المستوى الثاني بتضم هولندا ألمانيا الدنمارك سويسرا أربوي كرواتيا المكسيك وأمريكا المستوى الثالث في السنغال إيران اليابان المغرب سربيا بولندا كوريا الجنوبية وتونس والمستوى الرابع في كندا الكاميرون السعودية الإكوادور وغانا وواحد من ثلاث فرق ويلز أو أوكرانيا واسكوتلندا طبعا الفائز من ويلز وأوكرانيا هلعب اسكوتلندا هيوصل الفائز منهم بيرو أمام استراليا وطبعا الإمارات هتلاعب الفائز منهم لا استراليا هتلاعب الإمارات استراليا والإمارات واحد منهم نظبوط وكوستاريكا أو نيوزل طبعا دي طبعا الأورا هتكون بكرة وزي ما بقولك يعني أنا شايف ألمانيا في المستوى الثاني وأعتقد بتتكلم على مجموعات على مستوى عالي جدا ومنتظر أنت شايف يعني منتظر مش هقولها طبعا ميلة هاخد كاز العالم لسه صعب شوية لكن دايما بيكون فيه منتخبات مرشحة على الأقل تفتكر مين أفضل منتخب يتكلم على منتخبات الدين على الأقل مثلا ست منتخبات لا ده ستة ده كتير كمان المرزين ألمانيا أسبانيا ممكن إنجلترا إنجلترا عندها نحس شوية في البطولات أساسا وفي النهائيات عامة أعتقد دول الأقرب شوية فرنسا طبعا فرنسا طبعا فرنسا حاملة اللقب يعني أكيد فرنسا أسبانيا البرازيل ألمانيا أعتقد يعني بشكل عام ممكن ما تخرج وبلجيكا لأن بلجيكا متطورة في الفترة الأكيرة بشكل كبير جدا الله أعلم تقدر تاخد بطولة لا لا لأنها في البطولة الأكيرة أخدت تالت تقريبا على حساب إنجلترا أخدت البرونزية فممكن يبقى الجيل دا لأنهم برضو عنهم جيل مميز ممكن ممكن الله أعلم إلا يحصل ممكن تدل في وجهة نظر الأكتر لكن طبعا ألمانيا أي مجموعة تقع فيها تبقى المجموعة الموت زي ما بيقولوا بلغة الكورة لأنها كونها تصنيف تاني فهتقى ما حد من الكبار بقى البرازيل ما عرفش الكبار دول فأكيد هتبقى مجموعة مجموعة قوية لمجموعة ألمانيا من قبل ما نعرف هي مين أعتقد أننا هنشوف كاس عالم على مستوى عالي جدا نتكلم على الطاب ليفل في العالم كله على مستوى المنتخبات قد يكون هناك دايما بيظهر في كاس العالم حصان الأسود زي ما بيقولوا شفنا كرواتيا في وقت من الأوقات وكان حصان أسود وكرواتيا صحيح كرواتيا في الأخيرة وفي 98 تفتكر من من المنتخبات اللي وصل الخمس منتخبات على المصال الأفريق من الحق يوصل مثلا زي ناجيريا يوصل لغاية دور التمانية كاتبة الإعدام منتخب السنغال منتخب السنغال لا لا بكل أمانة مش عايزة كلام احترامي حتى للمنتخبين المغرب وطونس لا منتخب تونس يعني أنا شاف أنه طأهل بشكل أنفس لابد يعود النظر في كتير من عناصر المنتخب التونسي كمان عندهم منتخب غانة برضو عفو المغرب كان بصراحة سيء حتى المغرب الأولى قدام أكون مرحش تقريبا تبريد كده محسن أفضل منتخبات اللي وصلوا من واحد لخمسة من واحد لخمسة رقم واحد السنغال رقم اثنين احنا مشوفناش غانة لأنها كانت في نفس توقيتنا للأسف أنا مش عارف غانة ولا الكاميرون يعني يا غانة يا الكاميرون وبعد كده تيجي المغرب وطونس يعني غانة والكاميرون كان فيهم الأولى عشانها مشوفناش بس ماتش غانة شوفنا كان في نفس توقيت مصر لكن أعتقد أنها مجرد أنها هدفت على نيجيريا وأحراجتها نيجيريا اللي اتعلت معها بطرق الترجيع وقدرت تنتزع من أبو جل التأهل أكيد بقى منتخب قوي زيما برضو الكاميرون عمل لأن طبعا الصدمة الأخوة الجزيين كانت قاتلة طبعا الدقى 124 بيجلهم الهدف كانوا خلاص السيناريو صعب جدا السيناريو صعب جدا المناسبة يعني الشيء بالشيء يسكر هما لما عجبني البيان اللي عمله عمار شرف الدين اللي هو رئيس اتحاد الجزيار الكورتوكادر وقال لما الناس عادت وقال لما عيد المباراة وقال لما عيد المباراة في حالة اعتراف الحكم بالرشوة وده مش هيحصل أصلا ده لو كان أصلا مرتاشي لكنه مش هيحصل ومن مناسبة الحكم اللي هو بكاري جسمال اللي احنا كلنا بنكره في مصر أهلوية وزمال قوية ومنتخب مصر كلنا علينا تحافظات على هو اللي كانت سبب في كان هو حكم المباراة اللي رغم ان نقررت وقد بعضها عكسي ضد المتخب الجزيار لكنه كان حاد بعكس مصطفى وربال في مرشنا ضد السنغال مصطفى وربال كنت أكلمك علي أنا لما سمعت ان هو يحكم المباراة أنا قلت من أفضل الحكام على المستوى الهدوء الهدف الأساسي عنده يخرج بالمباراة لبر الأمان لعاز يدكار تحمر لهنا ولا هنا ولا عاز يددرب الجزاء يعني إلا بقى اللي كانت واضحة وصريحة يعني عشان كده كنت تلاقي مثلا ايه اللي كان فيه فيه تشيك فار كده كان يقولك مرجحش أصلي يعني هو تلاحس حتى لما كان أي اتنين اللعبة يشتبكوا معاوضوا المباراة طبعا سخنة والأجواء متوترة كان يفض بينهم ويطبطب طبعا ده كويس وكل حاجة لكن هو كان واضح الهدف الأساسي عنده اطلع لبر الأمان يا رب المطش تخلص على خير لأنه أكون أنه عربي ومنتخب مصر أكيد مش عاز يظلم حد لمصر ولا غير هو مش عاز يظلم لكن هو كان الأساس عنده أنه هو كان عاز يخرج ببر الأمان فده أثر شوية على أثر على أداؤه بعكس زي ما أقولك بكاري جسامة رغم من بكاري جسامة مش في كفاءة غربال خالص لكن هو كان حد مثلا الجزار يتسجل هدف إلغي على طول وبعدين يرجع الظري أكيد كلامه لكن هو كان حد شوية يعني كان بيداب عصبي يعني أنا مش خايف منكم يعني أنا على أرضكم مش خايف منكم عشان كده هو يمكن عجبني التصريح لأنه بتاع أمار شرف الدين قال لي يا جماعة حتى هو أنا بنصح باستمرار جمال بالماضي لأنه عنده مشروع ولازم يستمر ده شيء مميز جدا بصراح ومش في المسؤولية وعنده مشروع وعنده مشروع ورجل قلبه على الوطن وكان ممكن يعمل لكن في النهاية التوفيق وعدم التوفيق حرم طبعا المتخب الجزار لكن هو قال لي يا جماعة عشان ما حدش يتكلم كتير على إعادة المباراة ونعملوا ملفه الظلم التحكيني الإعادة في حال واحدة في ملو الراجل خد رشو واعترف بيها وطبعا حتى لو خد رشو مش اعترف بيه عشان بس ما حصلش الكلام الجدل الكتير طيب هنسيب طبعا كاس العالم وانفكر حضراتكو وانفكر نفسينا كمان ندينا النادي الأهلي العظيم عنده مشوار مشوار على البطولة الأفريقية ومباراة مهمة جدا أمام طبعا فريق الهلال السوداني شايفي الأجواء ازاي وازاي لعبة النادي الأهلي اللي رجعه مع المنتخب اكيد فيه احباط كبير جدا على المستوى النفسي ازاي ازاي يقومه تاني ازاي موسيماني يشتغل ان خلاص يقفل الصفحة دي والموضوع مش سهل على فكرة انه لازم تقفل الصفحة دي وتركز مع نديك لان كمان مباراة فايصالية في مشوار النادي الأهلي اكيد شوف رقم واحد لعبة الأهلي اكيد عندهم من خبرات انهم يقدروا يفصلوا في ده كمان ان منظومة النادي الأهلي تقدر تفصل عايز اقول اللي اللعبة دي كمان يا جماعة لو لا قدر لو لهم توفقوا يبقى انتوا فايالي من اسبوع خرجتوا من بطلتين وبطلتين كبار در الأبطال على مستوى الاندي وكاس العلم على مستوى المنتخب فاعتقد يعني محدش مستحمل الكلام ده كله كفاية حاجة اللي حب حظر منتخب مصر او النادي الأهلي منه في المباراة دي وعفا يعني انا بقول الكلام ده دايما الهلال السوداني وفري الهلال السوداني الشقيق او المفترض المشاكيك ده من يفتعل الأزمات كل ما التقى بالنادي الأهلي بدون مبرر وبدون اي حاجة خالص تلاقي مثلا يعني هو عارف ان الفار مثلا غير معتبر في دور المجموعات بيطالب بالفار طب هو يعني الكاف هيجيب لك انت فار لوحدك يعني كل المشاكات تتلعب في الاربع مجموعات بدون فار شمعنا انتان ودائما وابدا للأسف شديد جدا يختلق المشكلات حتى في مبارات الدور الأول وطلعوا انا بصارك جدا المسؤولين بتوعهم يطلعوا يقولك ومللنا من مجملة الكاف للأهلي انا عز عرف مال ازاي هو النادي الأهلي واخد 24 بطولة كرية وانت سفر بطولات كرية ومل من حصول النادي الأهلي بالضبط انت زكت ماليت فانت ماليت من مشاهدة النادي الأهلي وبيحصل على البطولة ودائما أبدا يفتعل الأزمات انا ما بحبش الكلام ده وبحذر لعبة النادي الأهلي للأسف الشديد تحديدا فريق النادي الأهلي رغم انه فريق كبير وعظيم ولو كل التحية وتقدير دائما يفتعل المشكلات ويخرج برا المباراة يعني انا حاب بس قبل باتفل القصة دي انا حاب نقول مواجهتهم مع النادي الأهلي تعال نشوف ترتيب المجموعة برضو نفتكر مع حضراتك ترتيب مجموعة النادي الأهلي ودي طبعا المباراة الأخيرة يعني مباراة الأخيرة في هذه المجموعة وطبعا كل التفيق لنادينا النادي الأهلي اكيد الأمور صعبة مش سهلة لكن كلنا طبعا ثقة في لعبتنا كل بس الرسالة ببعتها لعيب المنتخب اكيد كلنا محبطين اكيد كلنا زعلانين لكن خلاص دايما اللعيب الكورة يبص الأدام ويبص للخطوة اللي جاية والخطوة اللي جاية طبعا خطوة مباراة صعبة أمام فريق الهلال طبعا سانداونز ضمن الصدارة يعني في المركز الأول ب13 نقطة النادي الأهلي في المركز الثاني ب7 نقاط الهلال 4 نقاط في المركز الثالث المريخ ب4 نقاط في المركز الرابع نتمنى ما يكونش فيه مفاجآت لأن لغاية دلوقتي طبعا النادي الأهلي هو الأقرب ان شاء الله اللي يكفي طاعة اللي يعمله النادي الأهلي نكلم على المستوى الفني شوية المسلمان يشتغل المباراة ازاي قتل المباراة من بدايتها قتل المباراة لأن أنت أي وقت يعني النتيجة طالما هي تعادل المنافس عنده أمان أنا بقول بكل أمان يعني بكلم قرويا أن أنت طالما المباراة بالتعادل أنت يعني مثلا يخد تجربة مثلا الجزار وكاميرو دي 24 بيجيب جون لكن لو كان مثلا الجزار للأسف كان متقدم مثلا بهدف تاني فخلاص ما يفرقش معاه أن يجوله الجون اللي هو على طريقة القادية ممكن دي فأنت كان مفروض مفروض موسيماني ونادي الألي يحسموا المباراة يقتلها مبكرا بهدف مش أقول أكتر من كده يعني أنت تبقى متفوق حتى اللحظات ودايما اللي بيلي في الموضوع إن دايما لو أنت نازل عندك اثنين اوبشن أنا سعد أخاف من النقطة دي بصراح يعني أنت عندك نتعادل نكسب وبالتالي نادي الهلال ما عندوش هدف واحد هو إنفوز فعشان كده الضغوط عليه هو مش عليك أنت صدر الضغوط دي وعندك استفادة بالعنصرية الأرض والجمهور تقدر تتفوق البداية وإنت لو سجلت هدف المتأكد أن هذا الآلي يقدر هو يتوتر أكتر فإنت تقلب أنت الآية مش اللي هو طول ما النتيجة 0 0 أنت في توطر المنتخب السنانية رغم قوته والفريق الأفضل في القرية الأفريقية شفت شهده الثاني كان عامل إذن النتيجة واحد سفر لو كانت لا قدر لك هدف متوترين للأسف الهدف كان مبكر يعني عرف أنت لو الهدف حتى كان زادوا أكتر إرباكا أكتر إرباكا على النادي الآن نستفيد من مباراة مصر والسنغال ومباراة الجزائر والكاميرو ويقتلوا مبكرا ما يعتمد على نتائج حتى مباراة تونس ومالي نعم تونس فازت في مالي 1 لكن مباراة 0-0 لحد الأخيرة أو أنت قصلا 0-0 فيما لو لا قدر كان مالي سجل ممكن كلنا سقف في عائبتنا وكلنا يقتل المباراة من أول إن شاء الله محسن بنذكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة طبعا بعد الفاصل كمان عندنا فقرة مميزة جدا في المحترف نتكلم على فقرة التحليل الفني تتكلمنا عن شيلسي وتتكلمنا على نجوم كبار زي ليفا ووو لكن النهاردة كمان هنتكلم على أعتقد أغلى لاعب في العالم الآن يمكن بعد أو مع هلن لعيب طبعا بروسيا دورتمون هنتكلم ليه سعره وصل 250 مليون يورو هلن لعب بروسيا دورتمون هنشوف بيتحرق إزاي بيجيب إزاي نقط القوة عنده وإيه سرعات وإيه من خلال التحليل الفني مع نجمنا لتحليل الفني العالمي محمد الباز بعد الفصل